السلام عليكم متابعي براما سبورت مشكلة محمد عثمان مع الكادر الفني ببطولة كأس آسيا وبعد بطولة كأس آسيا وسبب اعتزاراته المستمرة اللي صارت بتشبه اعتزارات عمر خريبين رح نحكي بالتفاصيل عن موضوع محمد عثمان وليش هيك صار فيه وسبب اعتزاراته المستمرة لكن قبل ما نفوت بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عالتفاصيل سوف يا صديق العزيز اكيد بتتذكر لما تم استدعاء محمد عثمان لقائمة المنتخب ببطولة كأس آسيا وتواجد بالمعسكر لعدة ايام وبعدها تم الاعلان عن الاصابة وغادر المعسكر بشكل كامل وبعد نهاية بطولة كأس آسيا بعدة ايام شارك مع فريقه التايلندي من دون اي اصابة تذكر وكان جاهز وكان ممكن حتى يشارك مع منتخب سوريا بالادوار الاقصائية اذا اخذنا بعين الاعتبار انه كان مصاب وبمباراة ميانمار قبل مباراة ميانمار تحديدا كان عم بشارك مع نادي والامور بخير فجأة يتم الاعلان بان محمد عثمان غير جاهز للعب مع المنتخب السوري او للتواجد بقائمة المنتخب السوري كتبنا عن هذا الموضوع تحديدا بان يا جماعة محمد عثمان مانو مصاب محمد عثمان جاهز وهلا منحكيها محمد عثمان ما عنده اي اصابة فقط هاي موضوع العملية تم اخذها بعين الاعتبار وهذا شغل اتحاد كرة القدم لحتى تكون بالعلم يعني مو شغل هكتور كوبر ولا شغل محمود فايز هذا شغل اتحاد كرة القدم موضوع العملية وموضوع انه حط العملية بهذا التاريخ لعدم البلبلة هنه هيك معتبرين انه موضوع مشا ما يكون فيها بلبلة علما الموضوع بيصير فيه بلبلة إذا غاب بهذه الطريقة عدة مرات والجمهور السوري جمهور واعي يعني الجمهور السوري عم بيحفظ بيتذكروا كلامي بوقتها بمباراة ميانمار أخذوه بعين الاعتبار هلأ فيه ناس هاجمتني وقالت انت عم تعمل البلبلة لا حرج على هالناس يعني اكيد يعني ما بيعرفوا أكتر مني بموضوع لنا عشرين سنة عم بنتابع المنتخب فأكيد منعرف شو كواليس المنتخب وكيف اللعب عم بيتصرف لأنك انت بمجرد ما عم تشوفه وعم بيلعب قبل القائمة بيوم بإعلان القائمة بيوم ويلعب مباراة كاملة من دون أي إصابة وما بيطلع بإصابة وبعد نهاية مباراة مهنمار بتلاقي كمان عم بيلعب مباراة فبالتالي ما كانت عنده أي إصابة إذن السبب مختلف تماما عن موضوع إصابة أو موضوع عملية أو موضوع أمر يتعلق بعدم جهوزية أو عدم اقتناع من الكادر الفني وهون أنا راح حاول أعطيك إياه بالمنطق المنطق اللي بيقول بأن محمد عثمان كشخصية لاعب عم بحكي لك إياها شخصية بتحب تلعب تلعب بشكل أساسي بتحب تكون موجودة ما بيحب التهميش ومحمد عثمان يعني سابقا نتعرض لتهميش كبير يعني زي إذا حكينا بشكل موسع محمد عثمان خلال الفترات السابقة لما كان بيتم استدعاءه للمنتخب دائما كان بيتعرض للتهميش بالمنتخب نوعية التعامل طريقة التعامل طريقة التعامل المدربين سواء من عدة مدربين خصوصا من الكابتن فترة الكابتن نيزار محروس وفترة الكابتن حسام السيد كان فيه نوع من التهميش لللاعب عدم اهتمام باللاعب عدم التواصل مع اللاعب وببطولة كأس آسيا صار الموضوع أكبر صار الموضوع يتعلق بأن أنا جاي بلاعب مثل خليل الياس لاعب جديد إلى بطولة كأس آسيا سيلعب أساسي عليك يا محمد عثمان لكونك أنت ما رح تكون أساسي على حساب خليل الياس أو على حساب إذا كي للعب لاعب مثل محمد عثمان بيطالب دائما أنه تكون له أهمية ما يتم تهميشه كيف لاعب جاي أنا إلي عام كامل عم ألعب مباريات ودية وعم ألعب مع المنتخب ومجرد ما أجا لاعب بينضم إلى المنتخب وبيلعب بشكل أساسي وبحياته ما لعبان مع المنتخب هاي وجهة نظر محمد عثمان أنه أنا بيتم تهميشي أنا ما بيتم احترامي كلاعب كرة قدم ولا بيتم اهتمام فيني مثل ما عم بيتم الاهتمام باللاعب البائية مثل ما عم بيتم الاهتمام فيني فبالتالي يعني محمد عثمان أخذ هاي الفكرة بإني أنا طالما ماني ضروري للمنتخب طالما أنه مو شايفيني لاعب مهم للمنتخب ولا عندي أي فائدة تذكر فليش لازم أجي على المنتخب كل مرة خلص أنتوا اعتمدوا على اللعيب اللي أنتوا شايفين بيهمهم المنتخب أكتر وبفضلوا المنتخب أكتر هلا أنا بعيدا عن موضوع المؤامرة اللي في بعض الأخوة من من الأكراد ممكن يحكي عن موضوع محمد عثمان لأن كردي أنا بحكي لك ياها بالقلم نشرح يعني أنا بعرف أنت لوين بنتك توصل فعم بحكي لك ياها سلفا لا مو لأن محمد عثمان كردي إطلاقا هذا الموضوع مختلف تماما على فكرة يعني اللعيب بحكي لك ياها هيك بالمشرمحي اللعيب العرب عم بيتبهدلوا أكتر من حمد عثمان يتم تهميش اللعيب الموجودين للعرب أكتر من حمد عثمان حتى مشا ما نفوت بهذا المصطلح لأني بكرهه كتير أحمد الصالح كردي كان كابتن منتخب سوريا لمدة أربع خمس سنوات ولا حدا حكي كلمة بأن كردي أيها موسو الجمهور السوري بيحلف براسه بيحلف براس أيها موسو وبالتالي أنا بتمنى تخلصوا من هذا الموضوع تحديدا هذا الموضوع ما بحبه هذا الموضوع أنه هذا اللعب يتم تهميشه لأن كردي لا أحمد الصالح كان كابتن منتخب سوريا وأربع سنوات خمس سنوات كابتن وما حدا فاتح تمه أمر عادي جدا محمد عنس كردي تم استدعاه لقائمة المنتخب في كتير راس مو مقتنعين فيه لكن موجود بقائمة المنتخب في ناس حتى بتحسوا واسطة كردي أيها موسو حكينا الجمهور عم بيحلف براس أيها موسو كردي فبالتالي لا تأخذوا هذا الموضوع لمنحة بأن كردي عم يتم تهميشه عم يتم تهميش نفس أغلب اللعبة يا جماعة اتحاداتنا ومدربينا وهذا الموضوع موجود بالكرة السورية فلا تأخذ بهذا المنطلق نفس الأمر الناس اللي مثلا بتهاجم إبراهيم عالمة لسبب طائفي يعني بنحكيها بالمشرمحي ليش بتهاجموا لسبب طائفي لا تهاجموا لسبب طائفي هاجموا فقط إذا قدم مستوى سيئة نحن قلنا بقائمة المنتخب إبراهيم عالمة لا يستحق التواجد بالفترة الحالية مع المنتخب وهذا الشيء منطقي جدا لأن مستوى مع نادي تشرين يعني إذا سألت أي مشجع لنادي تشرين هل إبراهيم عالمة بالوقت الحالي عم بيقدم مستويات ممتازة رح يقول لا ما أمني كان أحمد مدنية عم بيقدم مستوى أفضل من إبراهيم عالمة فبالتالي أنا بتمنى من الناس تتخلص يعني حتى أحيانا لما نشوف بالتعليقات شخص عم بيحكي لأن هذا اللاعب كردي أو هذا اللاعب من هاي المدينة أو هذا اللاعب واسطة أو هذا اللاعب بالنهاية اللي بيتحمل المسؤولية هو الكادر الفني اللي بيتحمل المسؤولية هو الاتحاد ما بتحملوا للاعب ولطائفة اللاعب ولقومية اللاعب وللغة اللاعب حملوا للمدرب والاتحاد أنا إذا اللاعب بيهمني لازم أعطيه هذا الاهتمام لازم وفر له هذا الاهتمام والاهتمام لازم يكون عادل الاهتمام لازم يكون عادل وهاي النقطة تحديدا اللي كنت متخوف منها ببطولة كأس آسيا انتوا ما بتتخيلوا مدى خوفي من خروج منتخبنا من دور المجموعات رغم انتقادي الدائم لهيكتور كوبر ومحمود فايز وحتى طريقة إدارة المنتخب كنت مرعوب من فكرة خروج منتخبنا من دور المجموعات نعم انا حكيت بشكل كبير عن عمر السومة وعن حقيته بالتواجب ببطولة كأس آسيا علما هو من دير الزور يعني انا ماني من دير الزور لحتى كون مؤيد لعمر السومة هو من دير الزور عادي جدا انا بدافع عن اي لاعب من لادئية من ترطوس من حلب من حمص كل المحافظات السورية سواسية فانا ما بمشي بهذا المنطلق حتى بموضوع اللاعبين المغتربين لاعب سوري قدم مستوى جيد بحكي عنه بشكل جيد ما ادم مستوى جيد لو بلعب بريال مدريد واجعل منتخب وقدم مستوى سيئ رح اقول مستوى سيئ انا امر طبيعي جدا وبسيط جدا مدرب مثل هيكتور كوبر مدرب عالمي حدا بينكر هذا الشيء اطلاقا اذا صرف تصرف خاطئ او لعب بطريقة خاطئة او اشتغل بطريقة خاطئة بطلع وبحكي ولا بهمني مدرب عالمي ولا مدرب منتخب سوريا بتعامل معه كمدرب منتخب سوريا نفس الامر اللاعبين اي محافظة مغترب محلي محترف كلام فاضي بيلعب بقائمة المنتخب السوري يتم اعتباره لاعب منتخب سوريا وبالتالي سواسية الشيء اللي عم بيصير واللي كنت متخوف منه ببطولة كأس اسيا انه اذا خرجنا من دور المجموعات تبعات الخروج رح تكون اكبر لذلك انت يعني احد الناس اللي عمقول بحض بطولة كأس اسيا انا مع استمرار هيكتور كوبر بشروط انا بتمنى يستمر هيكتور كوبر مع المنتخب لان ما بدنا نرجع لورا ما بدنا يتم نسف عمل هيكتور كوبر على الاقل بالحالة الدفاعية على الاقل بطريقته بالحالة الدفاعية اللي خلقها ممكن هيكتور كوبر عنده بعض الاخطاء انا انا عندي يعني الف ملاحظة على محمود فايز على فكرة هو داخل بمنظومة الرياضة السورية بشكل خاطئ يعني وتواصلت مع عدة اعلاميين لما تم تعيين هيكتور كوبر حكيت مع عدة اعلاميين بمصر يعني متعاملين مع محمود فايز قالوا بان هيكتور كوبر مدرب رائع ومحمود فايز مدرب مساعد مميز لكن مشكلة محمود فايز اذا دخل بهاي المنظومة دخل بمنظومة الكرة المصرية كان المتنفذ حتى اكتر من هيكتور كوبر بيحكي مع اللاعبين بطريقة عشوائية بيتواصل وبيلغي هذا اللاعب بيشيل هذا اللاعب هذا الامر موجود لدى محمود فايز انا بتمني يغير هذا الموضوع يعني بصراحة وممكن بعد مباراة اليابان وكوريا الشمالية نحكي عن هذا الموضوع بالكامل لان ما لازم نخبي اي شيء عن الناس اطلاقا ما لازم نخبي شيء لكن موضوع محمد عثمان هو موضوع يتلخص ببطولة كأس آسيا ببطولة كأس آسيا الشيء اللي كان مخوفني انه اللاعب اللجداد الامتيازات اللي ممكن تقدم لهاللاعيبة رح تأثر على باقية اللاعبين لازم تاخدوا هذا الشيء بعين الاعتبار ومنرجع لكلمة لا تحول المنتخب الى نادي الى عقود الى لاعب بياخد مكافأة اعلى من التاني لاعب بيتعامل بشكل مختلف عن التاني لاعب بيجي بطيارة بي اي بي ولاعب بيجي بطيارة عادية لاعب بيجي بطيارة اطلاقا طالما هيك اعتمدت طالما هيك اشتغلت ما في لاعب رح يرضى ورح تكون في حساسيات فاكتر شغلة كنت خايف منها ببطولة كأس اسيا هذا الموضوع تحديدا بان احنا اذا خرجنا من دور المجموعات الحمد لله خرجنا بيبيا الدور التاني وركلات ترجيح فالجمهور والمزاج العام كان جيد المزاج العام لو كان سيء كنا رايحين رايحين لايقالة اتحاد وايقالة مدرب كان الموضوع صعب كان الموضوع صعب ونحنا رح نتراجع لورا لا حدا يفكر بان استمرارية المدرب انا مثلا ضده اي شخص بيفهم بكرة القدم بيتمنى استمرارية المدرب لكن الاستمرارية لازم تكون على نجاح واستمرارية على منظومة صحيحة وطريقة صحيحة الاستمرار على الفشل هو بحد ذاته فشل فبالتالي لا تعني الاستمرارية دائما النجاح لكن الاستمرارية على النجاح اذا كانت في بوادر للنجاح فلازم تكون بتشجع هاي الاستمرارية لذلك نحنا لما شفنا بعض البوادر بعض بطولة كأساسية بخط الدفاع لأنه ممكن هاي الاستمرارية تكون مفيدة بالمجمل الشي اللي عم بيصير والشي اللي عم بيتروجله أنا عم بتواصل مع لعيب لعيبتنا المغتربين يعني بشكل أو بآخر بتواصل تقريبا مع الجميع في عدد من اللاعبين يعني حتى بتصريحات نائب رئيس الاتحاد مراضين عنها موضوع الحديث الدائم عن الأموال وأنا بدي أعطي مكافآت لللاعبين فيها نوع من التشكيك إلياس هدايا ما بيطلب مكافآت قبل ما يجي للمنتخب إلياس هدايا ممكن يجي أساسا ما رح يوصل للإمارات رح يجي مباشر إلى لاوس نفس الأمر كتير عبد الرحمن ويس بقية اللاعبين ممكن لللاعبين ممكن يطلب مكافآة ممكن أول مرة يكون هذا التواصل مبني على هذا الموضوع للإقناع وهذا الشي ما لازم يوصل للناس أكتر شغلة انتقدت فيها نائب رئيس الاتحاد هو الحديث عن هذا الموضوع يا جماعة ما حدا كان عم يفهمني انتو عم تعملوا هذا الشرخ بين اللاعبين اللاعب بيسمع اللاعب بيسمع لا تفكر محمد عثمان ما عنده ناس بتفهم لغة عربية بشكل ممتاز وبتشوف تصريحات نائب رئيس الاتحاد وبتشوف تصريحات يفهموا يا جماعة بيتابعوا كل شيء كل عيدة المنتخب بيتابعوا كل شيء فإذا شافوا انه فيه امتيازات لبعض الناس وفيه انا انا مهمش وما عم يعطيني ما عم يحكي لي اي شيء وما عم بيقدرني وجايب لعب اجداد عم يعطيهم هاي الاهمية هون بيصير الشرخ يا جماعة هذا الموضوع اللي عم نحكيه موضوع رياضي بحت طبعا يعني ناس شتمدني بالعرض وبالأم فقط لاني انا كنت عم دور على مصلحة الاتحاد وعلى مصلحة المنتخب وعلى مصلحة اللاعبين الشرخ اللي عنده عم تعملوه هذا شرخ موجود حاليا عم ينبنى بشكل كبير اذا ما حققنا نتائج الهيجابية بمباراة كوريا الشمالية لح تظهر فضايح نفس الشعور ببطولة كأس اسيا ان شاء الله نطلع من مباراة كوريا الشمالية بخير وسلامة وما بدنا شي لا بدنا تظهر فضايح ولا بدنا يظهر لاعب يحكي كلمة لا هون ولا هون بدنا نكون متماسكين لكن هذا التماسك هو شغل مدرب وشغل اتحاد كرة قدم كيف بتخلي نعطي مثال بسيط منتخب ألمانيا شارك ببطولة كأس العالم مدجج بالنجوم ليش خرج من دور المجموعات ما كان فيه تماسك كان عم بفكروا بكل شي إلا بكرة القدم دخلوا لبطولة كأس العالم أنا مشجع لمنتخب ألمانيا دخلوا لبطولة كأس العالم عم بيفكروا بكل شي إلا بكرة القدم كانت الخيبة الخيبة ليش؟ لأن ما كان فيه تماسك التفكير كان بأمور وقضايا بعيدة عن كرة القدم هذا الشرخ ما لازم يتواجد بمعسكرات المنتخب وبين اللاعبين التفرقة لازم ما تكون موجودة الحديث الدائم عم نحكيها للمرة الألف لكن عم بنعيدها لأن عم نتهاجم على هذا الموضوع علماًا الشي اللي عم نحكيه لها مصلحة اتحاد كرة القدم لا تعملوا هذا الشرخ بين اللاعبين لا تعملوا هذا الشرخ بين الكادر الفني وتبعدوا الكادر الفني عن اللاعبين صدقاً الشي اللي عم بيصير ما عم بيصير بأي منتخب تاني الحديث المستمر عن المكافآت والامتيازات اللاعبة عم تسمع اللاعبة عم تسمع عن كل شي أنت اليوم إذا جبت لعب بمئة ألف دولار لعب تاني يسمع أنه أنت جايبه بمئة ألف دولار ما رح يرضى إلا بمئتين أنتوا شفتوا موضوع محمود داود لوين وصل شفتوا كارثة محمود داود نعم محمود داود تصرنا بتصرفات خاطئة لكن مين كان وعدوا بهالأمور هل يعترى خاله ما بيعرف عربي هل يعترى أهله ما بيعرفوا عربي بيعرفوا فعم يراقبوا وضع المنتخب السوري كيف نائب رئيس الاتحاد عالطالع والنازلة عم بيطلع بحديث ومكافآت وأمور والمنتخب والدعم وأنا إذا إجاء محمود داود ليش ما بدي طالب بي أكتر من بابلو صباغ وبي طالب بي أكتر من خليل إلياس وبي طالب بي أكتر من هاللاعبين فتخيل معي شعور محمد عثمان واللاعب الآخرين انت شي لك من محمود داود ومن هاللاعب اللي اجداد اللي عميه تخيل معي شعور بعض اللاعبين اللي موجودين مع المنتخب إلهم سنة سنتين ثلاثة شعور مختلف أنه أنا يا جماعة أنا لعبت مع المنتخب هذا ما عم قصر مع المنتخب لكن لما بتواجد ما عم لاقي هاي الامتيازات اللي أنتو عم تطالبوا فيها لبعض اللاعبين في بعض اللاعبين يا حرام يعني ما عم بيطالبوا بشيء ولا عم بيطالبوا بامتيازات بس بدهم جماعة الاتحاد يسكتوا فقط لأن هاي التفرقة لما بتصير خارج أرض الملعب رح تصير داخل أرض الملعب لذلك رح نرجع ونعيدها ألف مرة لا تحولوا المنتخب إلى نادي لا تحولوا هذا المنتخب إلى نادي هذا الأمر كتير كبير أنتو عم بتضرونا للسنوات القادمة صدقا السنوات القادمة كيف بدنا نلملم هذا المنتخب كيف بدك يا أخي هكتور كوبر رحل عن المنتخب كيف بدك تجيب هلأ عيبة المختاربين إذا أنت بنائك غلط بنائك غلط شغلك غلط عامل شرخ بينك كل لعب عطيه امتياز هون وهون ما بيمشي الحال هذا المنتخب سوريا شرف للي بيلبس طقمه لكن ضمن العدالة العدل العدل هو الأساس أنك تكون عادل بين جميع اللاعبين كل اللاعبه سواسية محترف مغترب من المريخ من جنوب أفريقيا كله سواسية بينضمن للمنتخب التعامل مع الجميع بالمثل بمجرد ما عملت هذا الشرخ بمجرد ما عطيت هاي الامتيازات اللي شعر فيها محمد عثمان أنت هون أنا طالما شايف هذا المنتخب ما عم بيعطيني حقي حقي لأنني أنا يا أخي لا تعطيني حقي بس عاملني نفس معاملة البقية أو عاملني نفس معاملة اللاعب المقربين لكن طالما ما عم بتعاملني بهاي الطريقة فأي شخص رح يزعل اللي أنا بكل تأكيد ما أنا مع تصرفات محمد عثمان لحتى أكون صريح بهذا الموضوع أنا ما بحب روج للاعب يتعامل مع اتحاد كرة القدم على عدم خلق بلبلة أنا ضد أي لاعب يتعامل مع اتحاد كرة القدم بهاي الطريقة أنه تعاوا نضحك على الجمهور اللاعب عنده عملية بشهر ستة تعاوا نضحك عن الناس أنه اللاعب قبل مباراة ميانمار عنده إصابة بسيطة ما فيكن تضحكوا عن الناس أو على الأقل علي ما فيك تضحك ما فيك تضحك لأني أنا عم بحكيها أول بأول مسألة مو وقته ومو الوقت المناسب للحديث هاي أنا لاغيها من زمان بقاموسي اللي بيشوف أنه مو وقته لا يتابعني اللي بيشوف أنه الوقت اللازم فقط بعد خسارة المنتخب أو بعد فوز المنتخب أو بالأساس ما لازم تحكي عن أي موضوع أنا ما برش هو الوقت المناسب لبعض الناس ما فيش اسمه مو وقته طبعا بوقت لما بنحكي بمو وقته بالنسبة لبعض الناس بيهاجمونه وانتو بتكره كوبر وانت بتكره أبو أيهم كلام فاضي كلام فاضي كلام فاضي ما بينفع اللي بيحب أبو أيهم واللي بيحب صلاح رمضان واللي بيحب هكتور كوبر بيعطي هاي النصائح فقط لا تعمل هذا الشرخ بين اللاعبين منتخب لازم يكون متماسك العدالة بين كل اللاعبين العدالة فقط طالما عدلت بين اللاعبين كل اللاعبه سواسيه هذا الموضوع أنا حكيت عنه عدة مرات موضوع الطيران كل شيء كل ما يتعلق باللاعبين ما في لاعب لازم يتميز عن اللاعب التاني عمر السومة خدم المنتخب كم سنة ما لازم يتعامل أفضل من أقل من مكسيم صراف أصغر لاعب مكسيم صراف بالمنتخب ما لازم يتعامل أكتر منه بشكل جيد غرفة جيدة لعمر السومة وغرفة غير جيدة لماكسيم صراف إطلاقاً التعامل يكون سواسيا فقط هذا الشيء المطلوب بالمنتخب البيئة أنا عدة حوارات حكيتها مع عدة أصدقاء من عدة يعني محافظات يعني أهم عامل كنت عم بحكي عنه بالمنتخب السوري موضوع البيئة البيئة لازم تكون نظيفة البيئة لازم تكون نظيفة بغض النظر عن أي مباراة بتلعبها أي نتيجة بتحققها أي تأهل بتعمله البيئة بمجرد ما كانت نظيفة الله بيعطيك بيوفقك يا أخي إذا حبينا بعض وإذا اشتغلنا لمصلحة المنتخب وكانت العدالة هي الأساس العدالة هي الأساس وبوقتها رح تنجح رح تنجح قولاً واحداً قبل سفرنا لميانمار سفر منتخبنا لميانمار ممكن نحكي عن الموضوع ممكن ما نحكي ما بعرف يعني بصراحة باص المنتخب عمل حادث باص منتخبنا بين السفر بين دمشق ولبنان صار حادث يعني الله ستر لعيبة منتخبنا اللي كانوا جايين من الشام للبنان صار حادث يعني حادث حادث كبير أنا ما بعرف ما بتذكر حدا حكاً وما حكاً لكن أنا ما حبيت أحكي عن الموضوع لأنا حسيت أنه فيها نوع من التشاؤم لنتيجة سيئة وبالفعل صارت النتيجة تعادلنا مع ميانمار فلما بتفوت بهذا الموضوع بتشوف أنه حتى النية النية نية مو صافية بتشوف رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد ما حدا موجود بنهاي كأس الجمهورية لك هذا النهاي كان بيجي رئيس مجلس الوزراء كان بيجي ناس تقال بحضروا المباراة بيهتموا انسى كل شي صار حكي لي لا حكي لك حكي لي لا حكي الموضوع لا يتعلق بالنتائج منتخبنا قادر على الفوز على كوريا الشمالية من دون عمر خريبين ولا محمد عثمان ولا أيها موسو نحن قادرين قادرين على الفوز لكن الموضوع يتعلق بالمستقبل يا جماعة ممكن ما نحكي كلمة والتانية يطلعون لنا جماعة لا تدافع عن المسؤول أيا كان المسؤول لا تدافع إلا بالحق ولا تطلع سنجع عرض ما عنك محامي دفاع عن أي مسؤول بنحكي عنه أي شخص كان صراحة بيزعلوني لا تدافع عن المسؤولين دافعوا عن قضية المنتخب كيف هذا المسؤول بيروح بيروح مدرب بيرجع مدرب المنتخب هو الأساس هذا الشرخ اللي عم ينعمل أخطاء مسؤولين أخطاء اتحاد قبول مدرب هذا الشرخ ما لازم ينعمل محمد عثمان عم يعمل خطأ يعني كبير وأنا مع عقوبة محمد عثمان لكن برجع وبقول ما فيك تعاقب محمد عثمان كما أنه ما فيك تعاقب عمر خريبين لأنك أنت عم تقبل هاي الاعتزارات أنت أساساً عم ترضخ لهاي الاعتزارات أنت أساساً عم تتقبل هاي الاعتزارات لحتى ما تصير بلبلة لا هي البلبلة رح تصير بمجرد خروجك وأنا قلت لو نحن طلعنا من دور المجموعات فضايح رح تطلع كان المزاج العام جيد فما طلعت الفضايا بمجرد خروجك حتى لو مو من هاي التصفيات التصفيات القادمة رح تطلع فضايا فلا تتستروا على المواضيع ولا تحاولوا تغلفوها بشكل جميل اشتغلوا صح اشتغلوا صح يعني هادا الكلمة الوحيدة اشتغلوا بعدالة بين كل اللاعبين كل اللاعبة سواسيا مكسيم صراف محمود الأسود عمار رمضان عمر السومة مين ما كان مين ما كان بالمنتخب سواسيا فقط لا غير هادا كل شيء أحب أحكيه أتمنى أعجبكم الفيديو ولكم صحة وخير وصلاة